بسم الله الرحمن الرحيم طلب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معنا Chapter 11 Driving Shafts نتكلم على Stresses in Shafts أو الإجهادات في الأعمدة أول نوع عندي اللي هو Torsional Stress Due to Transmission of Torque قبل كده قلنا أن التورك بيسبب Torsional Stress Bending Stress أو إجهاد الإنحناء Tensile or Compressive due to the forces acting upon machine elements like gears, polys, etc. As well as due to the weight of the shaft itself بالطبع التروس والبكرات ينشع عنها قوة وأيضا أوزان الأعمدة وأوزان هذه التروس والبكرات تسبب ما يسمى المومنت هذه الفورس تسبب المومنت والمومنت يسبب Bending Stress النوع الثالث هو Combination between the two others اللي هو عبارة عن Torsional and Bending Stress at the same time في نفس الوقت ننعيش النوع الأولاني اللي هو Shafts Subjected to Torsional Stress Only اللي هو إجهاد التواء فقط عندي العمود بيأثر عليه Tork التورك ده بيسبب بالطبع Torsional Stress بنرمز له بالرمز Tau وقيمة التاو هنا بتساوي Tork ضرب R على G R هنا اللي هو بيمثل نصف القطر ليه بيمثل نصف القطر؟ المفروض أن أنا بحدد Torsional Stress على أي قيمة من المركز حتى السطح الخارجي لكن من الملاحظ أن أقصى قيمة هتبقى موجودة على السطح الخارجي للعمود وبالتالي أنا معني بتحديد أقصى قيمة أو أقصى Torsional Stress بيتعرض له العمود عشان كده بيأخذ نصف القطر بتاعه اللي هو المسافة بين المركز اللي عنده Zero Stress إلى السطح الخارجي G هنا بتمثل Polar Moment of Inertia الخاص بمساحة مقطع العمود وفي حالة المقطع الدائري عندي بتساوي باي على 32D أسربعة وباي على 32D أسربعة نائز D أسربعة فور هولو أو العمودة المفرغة من الداخل بالطبع العمود المسمط لقطر واحد اللي هو D أما العمود المفرغ من الداخل لقطر خارجي اللي هو بنرمز له بالرمز D أوتر والقطر الداخلي اللي بنرمز له بالرمز طبعا لو محتاج إن أنا أحدد قيمة فبعوض بقيمة وبعوض بقيمة نصف القطر بيطلع عندي إنه قيمة تاو ده هي بتساوي 16 في التورك على باي في الدي تكعيب في الحالة دي طبعا أنا ممكن أقدر أستخرج أو أحدد قيمة R أو الديامتر بتاع العمود اللي بيتحمل السترس الواقع عليه ده طبعا الديزاين بيزد أون سترنث أما في حالة الديزاين بيزد أون ريجيدي في الحالة دي بقول إن ثيتا بتساوي التورك في L اللي هو طول العمود على جي في الجي الجي هنا اللي هو البولار مومنت في إنارشا والجي هنا اللي هو بيمثل الموديلس أوف ريجيدي الموديلس أوف ريجيدي الموديلس أوف ريجيدي اللي هو عبر عن إيه؟ معامل الجساء وده طبعا بيتناسب عكسيا مع ثيتا بمعنى إنه كل ما زادت جساء الماتيريا اللي ما تصنع منها العمود بتقل زاوية الالتواء اللي هي ثيتا والعكس صحيح في الحالة دي تبعوض بقيمة جي اللي بتختلف هنا على حسب هولو شافت أو صوليد شافت ومنها بطلع قيمة قطر العمود والقطر الأكبر هو اللي بختاره يعني بيطلع عندي قيمة قطر من هنا وقيمة قطر من هنا وبختار الأكبر بحيث إنه يتحمل الإجهادات الواقعة عليه وفي نفس الوقت يبقى بيزدون ريجيدي في حالة طبعا الهولو شافت بعوض بالقيمة دي في الجي بيطلع عندي النتاية وبتساوي ستاشر في التورك على تكعيب في واحد نقص كيه السربعة حيث كيه اللي هي بتمثل النسبة ما بين القطر الداخلي إلى القطر الخارج اللي هو الدي انار إلى الدي اوتر نكتفي بهذا القطر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله